أكد وزير خارجية بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع المنظمة البحرية الدولية لما يمثله النقل البحري من أهمية بالنسبة لمصر بموقع المتميز وفي ضوء أهمية قناة السويس كأبرز الممرات المائية العالمية ولما تمتلكه مصر من سواحل ممتد على البحرين الأحمر والمتوسطة وخلال لقائه سكرتير عام المنظمة استعرض عبد العاطي تدعيات هجمات قوات الحوثية على سفن التجارية المرة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتأثيرها السلبية على المصالح المصرية مشيرا إلى أن تلك التدعيات كبدت الاقتصاد المصري خسائر بلغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار